موسيقى 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 كانت اتفاق مبدئي ويبقى ثلاثة اربعة نقطة عارقة ومشت تأشيرها من رئاسة الحكومة حتى الآن لم تكن تأشير عليها من بينها كانت اتفاق زيادة الوحدة الالف وخمسمية الدرهم وقال الاختلاف إما تبدأ الأجراء ديالها واش من الفين وفين وفين وخمس ووين ثم رفع وزارة رئاسة الحكومة لم تكن مستجوا فيها كانت سنوات الاعتبارية للناس اللي كانوا في السلم تسعود وتمت طرقية ديالهم في الفين وسبعتاش للسلم عشرة كي بغن سنوات اعتباري لك الحيف اللي يعانوا والحد الآن ما كي يشتجهوا وكي يبقى النقاط اللي بقات اختلافية هي اللي بسيطة هذا اعتصام جزئي من الـ 12-13 إن شاء الله الوقفة ديالي وما من فوقها باعتصام جاءت لك تنفيذ المخرجات البيال تنفيذ المضامي البيال الوطني الصاد الأخير اللي كي تضمن انه غتكون وقفات جيهوية ومرفوقها باعتصامات جيهوية او اقليمية المطالب مزيدة بتنفيذ اهمها من بين المطالب ديالنا او انه تنفيذ مخرجات ديال الحوار اللي كانت مع وزارة الصحة وممتنين عن وزارة المالية ورئاسة الحكومة في شهر يناير وما تمشي توقيع الاتفاق بقينا بحال كمشهر يناير حد الساعة تلت شرط قريبا باقي ما كينشي كنا نتاضر ورد من رئاسة الحكومة لان وزارة الصحة كدقولك رئاسة الحكومة هي اللي غت توقع الاتفاق نهائي باقي ما كينشي اتشي على شرطة اينا اننا نقوم بخطوات سعيدية بين هاد الواقفة الجيهوية والاحتمام رفوقها باعتصامات للتنديد ولمطالبة رئاسة الحكومة بالتوقيع الاتفاق على مخرجات الاتفاق الاخير في شهر يناير في مضام الاتفاق هاد الزيادة للألف وخمسين الدرم ومطالب اخرى اللي ما كانش تضمنها الاتفاق ولكن احنا مبدعيا بغينا الاتفاق على الاقل يتوقع عاد نجن المطالب خلو نشوفوش اللي مبينها اخراج مصنف الكفاءات والميهن وتحسين ظروف ترقي شرطة ظروف ترقي والعدالة الاجرية تحمل حاجة مهم احنا بغينا نشوفو المطالب هادة ديالة توقعت لولا عاد نشوفو المطالب الاخران انقدروا نحقوها مع الحكومة مع وزارة الصحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر